علامة الاستفهام التانية اللي عايز اتكلم فيها هي منتخب مصر اللي انا الحقيقة قلان عليه جدا قبل مواجهة السنغال نهاردة ميستر كارلوس كيروش بيتكلم على انه خلاص بدأ العد التنازولي اسبوعين بالتمام والكمال على تجمع المنتخب استعدادة للمواجهة الاولى اللي هتكون طبعا مع السنغال والسنغال تحديدا درس يعلمنا ازاي لما كنت بتكلم على فكرة كيف تستغل اخطاء المنافس عشان ادي لحضراتكم مثل يقرب الفكرة لو تفتكروا معي مثلا مباراة تاريخية من مباراة المنتخب الوطني مصر وايطاليا في كاس العالم للقارات مباراة دي انتهت بفوز المنتخب المصري على المنتخب الايطالي بنتيجة 1-0 في مباراة تسايدها من البداية للنهاية المنتخب الايطالي وكان قادر على صناعة كم كبير جدا من الفرص لكنه ما قدرش يحول ده او ما قدرش يستغل اخطاء المنتخب الوطني في انه يحول ده لاهداف يكسب بيها المباراة على الرغم ان المنتخب الوطني من فرصة وحيدة نجح في استغلال خطأ المنتخب الايطالي في التمركز وحمص حتى الكرة في مرمى ايطاليا عشان تفوز مصر 1-0 مطش مصر والسنغال في نهاي امم افريقيا كم كبير جدا من الفرص حظى بيها منتخب السنغال عشان يحسم المباراة في وقتها الاصلي او الاضافي ولم يتمكن من استغلال الاخطاء دي فكرة انك انت تشتغل على اخطاء الاخرين وخصوصا ودي بقى علامة استفامل كبيرة لما تكون في مباراة اتحلت العقد بتاعتها دايما الاهلي بيواجه مشكلة مع اي فريق بيواجهه فكرة التكتل الدفاعي فكرة انه الفريق يرجع لمنطقته وما يسيبش المساحات اللي الاهلي ممكن يشتغل منها عشان يوصل لمرمى الخص لكن الحقيقة لما تجيب جون وتجيب التاني وبعد كده تبقى بتعاني وبعد كده السيناريو يتحول من سيناريو مفترض فيه انك انت تقدم عرض ممتع تفوز بعدد كبير جدا من الاهداف لسيناريو انك تتهدد بخسارة المباراة ده السيناريو اللي ابدا ما اتمناش ان الاهلي يقع فيه على مدار الموسم